تستخدم الشعوب حول العالم التقويم الشمسي أو التقويم القمري لتحدد السنة والشهر واليوم والتقويم القمري اعتمدت على القمر بتحديد بداية ونهاية الشهر القمرية شهر رمضان هو من الأشهر القمرية حيث يتحرى الناس بدايته ونهايته عبر الهلال اليوم رح نتعرف أكتر عن هلال الأشهر القمرية وتأثيراتها تأثيرات الأمر على الأرض مع رئيس الجمعية السورية الفلكية الدكتور محمد العسيري صباح الخير دكتور رمضان كريم صباح الخير عن الجديد ورمضان كريم ننظل نقول لا يخلص رمضان خلينا نحكي يا دكتور يمكن مثل ما ذكرنا أنه رمضان من الأشهر القمرية ويتم أيضا تلمس الهلال أوله وآخره مشان العيد كيف يون الناس يتحروا عن القمر؟ فيه حلو هلا بشكل عام تحره الهلال كظاهرة بغض نظر عن تبعيتها الدينية وأهميتها وأنه بتبلش فيها شهر قمر هي كظاهرة فلكية ممتعة جدا ليش؟ لأنه التماس الهلال بحد ذاته الهلال لما يطلع بيطلع كشعرة نعم شنون الشعرة؟ هيك بحجم الشعرة فالمعرفة مكان ظهور الهلال كيفية ظهوره التقاط الهلال هو إنجاز فنحن لما نرصد الهلال نرصد كل شهر الهلال نتلاقينا كثير مبسوطين يعني في معنى شباب في معنى كادر كبير عم نستنى اللحظة اللي نحن ندعي نشوف فيه الهلال الهلال لا يظهر إلا بدقائق معدودة يعني من 10 إلى 20 دقيقة فقط نعم يا دوب نلاحق نشوفه بالتليسكوب ونصوره بشكل عامة ما تفضلتوا بمقدمتكم في عمنا الأشهر الشمسية والأشهر القمرية اللي حط الأشهر الشمسية هنه الفراعنة الفراعنة كانوا يعتمدوا على الزراعة بشكل كتير كبير فبيهمهم يعرفوا إيمتا الفصول بشكل دقيق إيمتا بيفيد نهر النيل فيضان نهر النيل كان يساعد الفراعنة على تحديل الفصول وشان هيك في الأسطورة القصة الحقيقية اللي كانوا يجيبوا أجمل صبايا مصر ويضحوا فيها كقربان لنجم الشعرة سيريوس لهاي النجمة كانوا يعتبروا أنه هي الآلهة لحتى يفيد نهر النيل وحتى دخل الإسلام لغاه العادة أما البابليين اللي كانوا يشتغلوا بالتجارة يشتغلوا بموضوع الكواكب وهن اللي وضعوا الأبراج على فكرة البابليين استخدموا التقويم القمري وجدوا أن القمر كدورة حول الأرض أضق من دورة الأرض حول الشمس فاعتمدوا بدراسة القمر بأطوار القمر على وضع ما يعرف باسم التقاويم واعتمدوا على رسم أشكال وهمية بالسماء اللي هي الأبراج هاي الأبراج سموها منازل القمر فصاروا يعرفوا أنه كل يوم للقمر إلو بيت يوم مثلا بيته فرضان نجم سلية نجم سهيل نجم إذن كل يوم لأمر منزل هاي تسمى منازل القمر بالاعتماد على منازل الأمر صار عمنا الشهر القمري عم يمشي نحن خطوة خطوة بدأنا الشهر القمري من هلال عرفنا منازل القمر 28 منزلة وانتهى الشهر القمري بهلال إذن يبدأ الشهر القمري بهلال وينتهي الشهر القمري أيضا بهلال أخير فنحن لما نبدأ بالشهر نبدأ بالتماس الهلال ما بيعرف المشاهد الكريم القصة التانية أنه نحن منتهي الشهر منهي الشهر أيضا بهيلال أخير يعني قبل ما نحدد الشهر يلي بعده لازم نشوف الهيلال الأخير بصفى عنا يوم أو يومين محاق إذا كان شهر 29 أو 30 ويبدأ الشهر القمري الذي يليه بالنسبة لوكالات الفضاء لما تطلع محطات مركبات الفضاء إلى الفضاء ما فيها تطلع التقويم الشمسي تطلع التقويم القمري بتشوف القمر قديش طوره وين موقعه وعلى أساسه تنطلق مركبة الفضاء باتجاه الفضاء اعتمادا على التقويم القمري نعم دكتور محمد خلينا شوية نحكي عن أنه بيقولوا الأمر كتير بيأثر على الإنسان وعلى الأرض شو صح هذا الحديث وخلينا نوضح أكتر هلا بصراحة هون بقى الكلام علمي ودقيق نعم القمر والشمس أكثر جرمين يؤثران على الإنسان وتحديدا القمر الأمر بيأثر بشكل كتير كبير على الإنسان والضيفي لأبلي كان دكتور هضمية كان عم يحكي عن الهضم والهضم تخيلوا حتى الهضم وعمليات الهضم وعمليات الدورة الدموية تتأثر بشكل كتير كبير بالأمر الأمر لما يكون بدر بيمارس عمليات مد وجزر على مياه البحار والمحيطات عمليات المد وجزر هي مو بس تمارس على مياه البحار والمحيطات جسم الإنسان 70% منه سائل فيمارس هذه العملية القوى المد على جسم الإنسان فيزداد توارد الدم على الدماغ فهون عنا أنواع من الناس أنماط هي من قدر نكتشفى لحالنا إذا كنا عنا أمراض لا سمح الله دم ضغط دم مرتفع ضغط دم ونخفض نتأثر بالقمر البدر هي قاعدة ذهبية فأنا بشوف لما يكون أمر بدر بمنتصف الشهر القمري إذا أنا يا الله معصب متدايق متوتر هذا أنا يعني عندي مرض ضغط دم مرتفع لازم تدير بالي لازم تشوف علاج أما إذا لقيت حالي الزيادة عن اللزوم رائع كثير هادي فأنا من ذوي الدم المخفض إذا لقيت حالي طبيعي ما تغير عليه فأنا إنسان طبيعي جدا فبالتالي أنا ممكن أكشف بطبيع بكل البساطة بوجود القمر البدر إضافة لأشي حالتنا النفسية نحنا طبيعتنا خلايانا كلنا مبنية على القمر اليوم اللي بنولاد فيه نحنا القمري هو مرافق لطور من أطوار القمر هذا كله يعطي تصور لبنيتنا الجسدية لخلايانا الدموية لآلية تشكلها الخلايا حتى الدورة الدموية وكيف بتتحرك بشكل عام كل حالتنا النفسية ترتبط بشكل أو بآخر بالأمر وخاصة القمر بدر ومشا هيك نلاقي الشعراء دائما مبضعين بالأمر بدر ومنلاقي إذا عمليات الانتحار تزداد تواردها والحوادث لما يكون القمر بدر نعم دكتور يعني مثل ما عالت ليا الأمر سألتك عن الأمر وتأثيراته أو البدر وتأثيراته خلينا نحكي كمان عن الطاقة السلبية والإيجابية بالأشهر القمرية حسب العلم يعني حسب الدراسات العلمية بعيدا عن الشائعات كثير حلو هذا الأمر بشكل عام بأطوار يبدأ القمر من هلال فتربيع أول أحدب أول بدر أحدب تاني تربيع تاني هلال أخير نعم في ناس كثير تتأثر بطور القمر وهذا بيرجع لليوم يلي يولدوا فيه بالنسبة للشهر القمري يعني مثلا في ناس تتفائل بالهلال في ناس لا بترتاح وقت الأمر بدر هذا الشيء مرتبط بحياتنا النفسية بشكل عام وبشكل علمي دقيق نحن خلايانا مبنية على شيء اسم الشهر القمري يلي هو تساوي عشرين أو ثلاثين يوم لكن حياتنا اليومية مبنية على الشهر الشمسي يلي هي ثلاثين وحدود ثلاثين يوم فإذا مفي عنا يوم شهريا عمل زيادة هاي ليا وزينا زينا بطفي كل يوم بالشهر القمري عنكم يوم بطفيقوا فيه يا الله مزعوجين وكل الناس على فكرة ما بدنا نروح الشغل يا الله فينا نكمل نومتنا هذا اليوم طبيعي جدا هذا اليوم يلي بيحمل فيه جسم الإنسان طاقة عمل زيادة بس إن شاء الله ما يكون عمنا ثلاثين يوم هيك فبيحمل جسم الإنسان طاقة عمل زيادة هو الفرق بين اليوم القمري واليوم الشمسي أنا إذا قدرت أضبط هذا اليوم بحس حالي مرتاح أكتر إن صرت أعرف أنه هذا اليوم هو اليوم القمري تبعي المزعج فبحاول أقل المواعيدي يقلل ارتباطاتي أقلل كل شي غري أنا كيف بقدر أعرفه بكل بساطة بشوف موليدي أنا بالميلادي قديش في برامج تحويل للقمري بحاوله للقمري بشوف شوف كان طور الهلال بمولدي القمري شكل الهلال أو شكل القمر عفوان ومثل تمام هو بيتكرر آه يعني هلأ الأشهر قمرية بيكون سيئة هذا اليوم سيئة يوم الولادة بيكون شكل الأمار كيف حلو كتير اليوم الولادة هو مريح لكن تضيفيه للشهر كامل فبدأ يرجع نفس اليوم الولادة فهو بشكل عام طور اليوم الولادة طور القمر بيوم الولادة هو المزعج يعني مثلا إذا أنا ولدت القمر كان تربيع أو هلال بشأن السهولة هلال أول الشهر فأنا كل هلال أول شهر عندي هذا اليوم مزعج بالنسبة إلي إذا ولدت مثلا تربيع أنا كل تربيع هذا اليوم مزعج إلي ليش بكل بساطة أنه خلايانا تتجدد بالشهر القمري ولا تتجدد بالشهر الشمسي بل منقابل نحنا حياتنا شمسية فنحنا عم نحمل جسمنا طاقة يوم زيادة هذا القمر يلي عم يأثر على الإنسان بشكل عام وعم يأثر حتى على الحياة على الأرض لأنه هو درع الفارسي اللي بيصد أخطار الأجرام السماوية على الأرض يعني لو دا الأمر ما كان موجود ما كنا عايشين على الأرض إطلاقا الأمر موجود على بعد مناسب جدا لحتى يأمن استقرار للحياة على الأرض لحتى يأمن حياة مستمرة وكل معطيات وكل لوحة الفسيفوسائية للحياة أحد أهم عناصره هو القمر ومشان هيك دائما نحنا ملاحظ أنه لولا الأمر إطلاقا ما في حياة أصبح اليوم القمر شرط لازم للبحث عن حياة أخرى في الكل لولا الأمر ما في سهر تماما لولا الأمر ما في شيء لولا الأمر حتى فيروز ما كان يتغنيت نحنا والأمر جنان وصفى لمرحم بركات أمر واحد فإشكالية القمر إشكالية حقيقية يعني من الناحية العلمية الأمر اليوم شرط أساس للبحث عن حياة لأنه دورت القمر حول الأرض تنظف حول الأرض من الأجرام الخطيرة يعني تخيلوا نحنا إذا نشوف الأمر نشوفه فوهات كثير على سطحه وأحيانا نشوفه بالتليسكوب نشوفه بشعي كثير نقول دائما نحنا القمر خسر جماله ليحمي الأرض لو لا هالحفر فوهاتنا زكية على سطح القمر كانت موجودة على سطح الأرض وبالتالي لن يكون هناك حياة على الأرض فالأمر هتتابع الوفي للأرض خسر من جماله خسر من تكوينه لحتى يساعد الحياة على الأرض ويساعد ويحمي هالإنسان وهالكائنات الحية الموجودة على الأرض حتى ولادة القمر القمر جزء من الأرض عفواً الجزء من الأرض ولده من الأرض إجا يجري المصطدم بالأرض بالأربعة ألاف مليون سنة أو ثلثة ألاف وثمانمائة مليون سنة اقتلع أجزاء من الأرض بردت وشكلت القمر حول الأرض فشان هيك كان من بداية حياة حياة على الأرض كان هناك القمر فهو مرافق دائماً للحياة على الأرض نعم دكتور نسألك دائماً بتقلنا أخبار قلت لنا أنه إذا كون في تقلب هالسنة بالصيف ما يكون كتير في حر وشتي نفس الشي وعم نشوف هذا الشي يعني لا لا عم نحس في برودة بالجو بالأيد كيف رح يكون هل في مؤشرات فلكية تانية؟ تمام بالنسبة أنه كفلكيين وكدراسة للحالة الشمسي اللي هي الأساس بالمناخ طويل للأمد عم نلاحظ هذا العام تحديداً ملاحظة كتير مهمة اللي هي برودة سطح الشمس برودة خاصة واستثنائية للبقعة الشمسية اللي هي بتأثر على المناخ بشكل كتير كدير نحنا من بداية العام أشرنا لنقطة كتير مهمة أنه هذا العام بإذن الله حتكون الشتوية طويلة والصيفية أصيرة لكن حدة أصيرة لكن حدة يعني مركزة دسمة مثل ما بيقولوا بالعامية بالفعل السبب بكل وضوح ما عم نحنا على الأرصاد الجوية القريبة نحنا عم نحنا عم نحنا على حات الشمس دي بتأثر على مدى طويل لاحظنا أنه ما في انفجارات عصد حو الشمس هذا يعني مباشرة أنه عنا الشتوية متمددة وعنا الصيفية قاسية ومتقلسة وهذا بالفعل اللي عم نشاهده حتى اليوم نحنا دخلنا بحزيران وما زالت الحرارة بشكل عام حسب الأرصاد الجوية أقل من معدلاتها فنحنا مقبلين على عيد لكن حنلاحظ أن العيد لا بالعكس تماما حيجوا كم يوم حرارتهم بالفعل أعلى من المعدلات لكن حنلاحظ بعد العيد راح ترجع الحرارة تنخفض يعني حتى نحنا متوقعين أنه يكون في أيام برد بقاف يعني لوين توقعات رايحة توقعاتنا رايحة أن الحالة المناخية بتقلب كبير لسببين العاملين الرئيسيين الأول هو حالة الشمسي اللي هلأ كتير هادية مستقرة بشكل غريب وهذا الشي نحنا متوقعين أنه بأي لحظة يصير نشاط شمسي السبب طبعا إذا صار نشاط شمسي ما راح يصير اليوم بيصير بعد بعد عدة أسابيع وأشهر السبب الثاني هو الحالة المناخية العالمية بما يعرف باسم الاحتباس الحراري نحن عايشين هلأ بخيمة بدفيئة زجاجية الدفيئة زجاجية عم تأثر كتير على الأرض وعم تغير وعم تعمل تقلبات بالمناخ على الأرض هاي التقلبات التي عم نشهدها يعني عم نلاحظ مناخ مو دولتنا عم يكون بدولتنا ومناخ دول أخرى عم يكون بغير دول يعني في تقلبات مناخية بشكل كتير كبير خلين سميها ولو خطأ لكن فوضى مناخية فوضى مناخية عم تشمل العالم بشكل عام وعم تشمل بعض المناطق إذا لاحظنا القطب الشمالي نسبة الثلوج بالقطب الشمالي أقل مما هي عليه بالعادة هذا يثبت أنه في شي ما غريب بالمناخ عم يصير لكن بشكل عام العيد راح نلاحظ أنه أيام العيد حتكون بالفعل يعني فيه حيكون حرارة أعلى من معدلاته وهذا الشي طبيعي جدا دائما بين المنخفضين يأتي ارتفاع درجات الحرارة وتكون ارتفاع شديد نسبيا لكن ما نصدق المبالغات اللي حتصير على الفيسبوك وعلى الموقع التوافض الاجتماعي يعني من اليوم بلشنا نسمع عم مبالغات بحالتين الحال الأولى أنه سيكون في حرارة عالية جدا 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 والحالة الثانية عم تتحزر من اختار هالمناطق هذا الشي لا مو صحيح أبدا حالة طبيعية تماما حرارة أعلى من معدلاته هذا الشي طبيعي نحن بحزيران يعني الطبيعي أنه تكون في عنا شو فإذا لا نهول ولا نبالغ بالمواضيع لا خلينا مضبوطين لعنا جهات مختصة بهالشي نرجع لهالجهات المختصة بهالشي لأنه هي صاحبة المعلومة الأكيدة بهذا الموضوع نعم ومع يمكن هالكلمات نحن بنا نشكراك وننتمنى لك عيد سعيد لألك وعيلتك وشكرا كتير لألك دكتور محمد وعقيد سعيد لكم يا ليه وزينب كل عام ونتبقى اللي في خير ونعاد عليكم على بدنا الحبيب بالخير والأمن والأمان يا رب نحن نتمنى ليه دائما الأمر يكون مضوي سوريا كلها ويعطينا أمال شكرا لك دكتور محمد على كل المعلومات اللي عم تعطينا يا رب شكرا لك